كررت إدارة نادي النصر السبت إقالة المدرب البرازيلي مانو مينيزيس من منصبه بعد الخسارة من الاتحاد واعتلى فريق الاتحاد صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدمة الدوري السعودي المحترفين عاقب فوزه على مضيفه النصر بأربع أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة من المصابقة والتي شهدت أيضا فوز الهلال على الاتفاق بسلسة أهداف مقابل هدفين والحزم على أبهى هدفين مقابل لاشي وظهر رفاق المدرب الروماني كوزمين كونترا بشكل جيد خلال معظم أوقات الشيط الأول بسبب تنظيم الخطوط والاعتماد على هجمات المنظمة من الخلف إلى الأمام وهو ما أصفر عن هدف بأقدام اللاعب عبد الرحمن العبود في الدقيقة الحديث عشر حاول أصحاب القميص الأصفل العودة إلى اللقاء بالعديد من المحاولات عن طريق الأطراف وإنطلاقات الكاميروني أبو بكر فينست حتى جاء هدف التعادل في الدقيقة 37 عن طريق اللاعب سلطان الغنام وقام لعب الاتحاد بالسيطرة على الكرة والقيام بعدد من التمريرات في وسط الميدان خلال بداية الشوط الثاني وانفرض عبد الرزاق حمد الله بمرمى العميد في الدقيقة 57 ولكنه صوب الكرة خارج الشباك فيما أحرز إيغور كورنادو الهدف الثاني عند الدقيقة 64 وأضاع عبد الرحمن العبود فرصة تعزيز التقدم بعدما صوب كرة خطيرة بجوار القائم يبدأ فريق النصر في الضغط هجوميا في محاولة للبحث عن هدف التعادل وأهدر المهاجم عبد الرزاق حمد الله ركل الجزاء في الدقيقة 75 وحاصل عبد الإله العمري على بطاقة الحمراء في الدقيقة 88 وسجل كورسيني هدف توسيع الفارق في الدقيقة 89 وسجل هارون كامار الهدف الرابع في الوقت المحتسى بدلا من الضائع قبل أن يتم إلغاؤه وشهدت المباراة ترد عبد الإله العمري لعب النصر في الضقيقة 88 ورفع الاتحاد رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب وتوقف رصيد النصر عند 6 نقاط في المركز السامن